من المعلومات الاستخبارية الخاطئة الى الاضرار الجانبية الحتمية ومقتل الاف المدنيين نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا قاسيا حول ضربات الطائرة المسيرة الوسيلة المفضلة للجيش الامريكي منذ 2014 في حربه ضد الجماعات الارهابية في افغانستان والعراق وسوريا واستنادا الى 1300 تقرير للبنتاجون حول حوادث ادت الى سقوط الضحايا مدنيين حصلت عليها الصحيفة الامريكية بموجب قانون الشفافية في الادارات قالت نيويورك تايمز ان الحرب الجوية الامريكية شابتها معلومات استخباراتية فاشلة وعمليات متسرعة وغير دقيقة لاطلاق صواريخ ومقتل الاف المدنيين بما في ذلك عدد كبير من الاطفال في حين لم يشر اي تقرير الى خطأ او حقوبة تأديبية وقد اعترف الجيش الامريكي بقتل 1417 مدنيا خطأ في غارات جوية في سوريا والعراق منذ 2014 في حين يشكل العدد الرسمي للقتل في افغانستان 188 مدنيا سقطوا منذ 2018 وتفيد وثائق وزارة الدفاع الامريكية ان 4% فقط من الاخطاء في تحديد العدو ادت الى سقوط مدنيين لكن التحقيق الميداني الذي اجرته الصحيفة يدل على ان نسبة هذه الحوادث تبلغ 17% وسقط خلالها ثلث القتل والجرح المدنيين ويظهر الاطلاع على اكثر من 5400 صفحة من الوثائق الخصى بالبنتاجون حجم الكارثة التي واجهها الضحايا المدنيون في العراق وسوريا وافغانستان